وأنني اليوم أخاطبكم كي أعلن أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد الثاني لحظة ثارقة نعم في تاريخ قطر السياسي وخطوة غير مسبوقة بتسليم الأبي السلطة لابنه وهو على قيد الحياة يبرر أمير قطر خطوته بأن الأمر حان لتسليم الشعلة لجيل جديد ولقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة لكن البعض يطرح أكثر من تساؤل عن سر توقيت التغيير الآن وأسبابه المحتملة وغير المعلنة وبين من يرى في الخطوة رسالة إلى الخارج مفادها أن من يدفع بقوة عجلة التغيير في المنطقة العربية قادر على التغيير حتى في بيته الداخلي فإن البعض الآخر يرى أن ما حدث ليس سوى تحرك لتثبيت حكم حمد الذي بدأ قبل ثمانية عشر عاما الأرجح أن يدفع هذا التغيير بجيل جديد من القيادات إلى مراكز صنع القرار وقد ينهي ذلك دور عراب الدبلوماسية القطرية ورئيس الوزراء الحالي حمد بن جاسم ونفوذه الواسع في دواليب الحكم في قطر تساؤلات كثيرة عما يستطيع أمير قطر الجديد أن يفعله داخليا وخارجيا كثيرون لا يتوقعون تغييرا جذريا على صعيد السياسة الإقليمية والدولية لقطر وإن كان للشيخ تميم مواقف لافتة خاصة مع دول الجوار التي تربطه بها علاقات يصفها الدبلوماسيون بالإيجابية كما ينعت الأمير الجديد لدى العارفين بالشؤون الداخلية القطرية بأنه ليبرالي منفتح على كل الطيارات ويعارض الإسلام المتشدد ويحظى بعلاقات متميزة مع عواصم القرار الدولي ومهما يكون فإن البعض يرى أن انسحاب الشيخ حمد بن خليفة الثاني من الحياة السياسية علنا لا يعني انتهاء دوره الفعلي في توجيه نجله والتحكم بزمام الحل والعقل